السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة جيمزا بيست فيفا موبايل تسعة عشر فتح شابترين جداد شابتر سنوفليك اتنين اللي هو تقريبا زي سنوفليك واحد مع اختلاف الجوائز وفتح الشابتر التاني اللي هو الفروزن جيفتس اللي هي بتتفتح بالجولد والقلت والماستر جيفتس اللي كانت الناس عمالة تسأل هنستخدمهم في ايه طيب قدين عارفنا هنستخدمهم في ايه زي من شايفين كده بخمسة جولد جيفت تقدر تجيب خمستاشر هوت بوينت طبعا الكلام ده مش ثابت كل اربعة وعشرين ساعة الهدايا في كل واحدة هتتغير اللي قلت جيفت بتلاتة قلت جيفت تقدر تاخد خمسة وسبعين الف اكسبيه ده كويس جدا طبعا في الماستر في الماستر جيفت نقدر ناخد تمانية سكارف طبعا احنا عارفين اللي سكارفات بيجي بيها بيجي بيها العيبة العيبة اللي هي قبل الماستر العيبة اللي هي من خمسة وتمانين سبعة وتمانين وتسعين انما التلاتة وتسعين بيجوا والخمسة وتسعين بيجوا بحاجة اسمها كاب كاب ده لسه مظهرش لحد دلوقتي تقريبا هيتاخد من شابتر سنو مان او هيتبدل بالتوكينات بتاعت السنو مان طيب خلينا نشوف دي طبعا الجايز دي بتتبدل طبعا الاسكارفات دي كويسة جدا وهتساعد ان انت تجيب العيب بسرعة حاجة تانية انا عايزكوا تركزوا على الماستر جفت يعني شوفوا الشابتر سواء سنو فليك واحد او اتنين او تلاتة لما يفتح ان شاء الله عايزين نشوف اي شابتر فيه هيدينا ماستر اكتر او اليت مع ماستر اكتر ونبتدي نشتغل عليه هيبقى افيد لنا مش لازم يعني انا مثلا في سنو فليك واحد مش لازم ان انا العب الخمس فروع اشوف الفرع اللي هيفدني اكتر ايه انا عايز مثلا الفرع اللي نهايته فيه ماستر وقليت جفت زي ده يبقى نلعب على الفرع ده ما لعبش عليه ليه عايز شابتر يبقى فيه سكارفات مثلا او عايز شابتر زي ده كده اليت وماستر جفت هيفدني ماخش مثلا في سنو فليك اتنين كده هشوف هلاقي فيه عندي شابتر بينتهي باتنين ماستر جفت اتنين ماستر جفت دي جائزة كويسة جدا يعني الناس متستقلangled باتنين ماستر جفت هيجي فيها هدايا هيجي فيها هدايا عظيمة يعني يعني الناس متستقللة ممكن ينزل فيها الف سكل بوست او خمسمائة سكل بوست ممكن ينزل فيها مليون كوينز او مليون ونص كوينز مرة احدى شابتر زي ده zumindest يعني فرع زي ده ميتسبش فيه تلاته او قليت مستر جيفت ممكن تلاو في النص كمان في مستر جيفت كتير فيه هنا سكل بوسط فانا عايز الناس تركز انا عن نفسي لسه بحوش البوينتات انا ما انتو شايفين انا عندي ستين واحد وستين ولسه ملابتش الرفريش ده بس انا عايز الناس تعمل حاجة تستنى سنوف لك تلاتة انا مش عايز الناس تستعجل ممكن سنوف لك تلاتة برضو يبقى فيه جوائز احسن من دي يبقى تفيدني اكتر من دي احنا لسه في الاول جمع البوينتات بالتساوي زي ما قلنا ما تجمعوش حاجة اكتر من حاجة في شابتر هيحتاج ميت بوينت هنا وفي شابتر هنا هيحتاج متين بوينت هنا فهنشوف لما نوصل لسنوف لك تلاتة يتفتح هنشوف احتياجاتنا وهنشوف الفروع اللي احنا هنلعب عليها وهيبقى لسه قدامنا على مش اهل من عشرين يوم نقدر نزبط بوينتاتنا نعرف نعلي ايه ونخف شوية من ايه قدر ما كنا بنلعب رفريش ورفريش لا نلعب ده اكتر شوية ونثبط دنيتنا انا يعني مع نفسي كده عملت حزبة للجوائز بتاعي شابتر سنوف لك اتنين وقرنتها بسنوف لك واحد وهوريها لكو دلوقتي بص يا جماعة دي الجوائز بتاعتي سنوف لك واحد تقدر تاخد من الفيديو سكرين شوت هتخليها عندك وحسب وقارن بين واحد واثنين وشوف انهو الاحسن واشتغل عليه دي جوائز سنوف لك واحد اجاب لك جوائز سنوف لك اتنين دي جوائز سنوف لك اتنين زي ما انتو شايفين فيها ستة مستر جيفت ستة مستر جيفت دي متستقلوش بيها خالص يا جدعين زي ما انا قلت برضو في الفيديو حاولوا ما تلعبش على شابتر واحد العب على الشابترين شوف الشابترات اللي فيها مستر جيفت لان دي هتعوضك عن اي جايزة تانية هتمن لها هنركز على المستر جيفت والايلت والماستر جيفت اللي هما بيبقوا مع بعض وهنركز على حاجة حلوة كمان على السكرفات السكرفات دي هتغنيك في لعيبة كتير يعني انت ممكن تجمع السكرفات بدل من انت ممكن تجيب لعيب مثلا خمسة وتمانين وسبعة وتمانين والسنوبول اللي معاك ما يكافيش ان انت تكمل ان انت توصل للعب التسعين ممكن بالسكرفات تجيب اللاعبة اللي قبل التسعين وبالسنوبول تقدر تجيب لعيب تسعين طبعا لما ينزل ماستر تلاتة اعمل لكوا حزبة تانية ان شاء الله ان شاء الله تفتكوا اكتر وهنعرف اخرنا هنقدر نجيب لعب تسعين فعلا ولا مش هنقدر هنعرف هنقدر نوصل لحد فين في الشجرة طبعا في بوينتات ممكن تاخدها بالجلد جيفت او ممكن ينزل بوينتات في المستر تلاقي بنزل لك مثلا خمسين وخمسين فهتحصل الماستر جيفت بجوازها رهيبة للعب السنة اللي فاتت عارف الكلام ده كويس انا هراجل لعبت السيزون اللي فات والسيزون اللي قبله عارف جواز الماستر جيفت هي كانت في السيزون اللي فات بس سبعتاشر ما كانش فيها ماستر جيفت ما كانش فيها جيفت عموما زي كده طيب في حاجة تانية لما بتفتح ايه ايه او جولد جيفت بيبقى في معيها حاجة اسمها بونس جيفت بونس جيفت دي ليها شبت ليها هدايا هتتفتح يوم خمسة وعشرين اتناشر ركزوا معي يوم خمسة وعشرين اتناشر وحاجة تانية اسمها فري جيفت هتتفتح معيها دول برضو هتقدر ان انت بال بونس جيفت اللي بيطلع لك مع الهدايا هتقدر ان انت تاخد بهم بيهم هدايا برضو من يوم 25-12 لحد الحدث ما ينتهي اتمنى الشرح يكون سهل وبسيط واتمنى ان الناس يعني تتبعي التعليمات انا شايف ان ده افضل ان احنا نحوش بانتاد دلوقتي لحد ما صنوف ليك 3 يفتح اتمنى تشتركوا في القناة اتمنى تعملوا شير للفيديو تعملوا لايك واتعرفوا صحابكم وشكرا السلام عليكم ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة